وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض مع مؤسسة البادي على مشروع إفطار الصائم يستفيد منه 234 ألف شخص في محافظة مأرب وعدن ولحج والضالع وأبيا وتعز وأوضح مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر الحضراوي في تصريح صعفي إن المشروع يأتي ضمن قطاع الأمن الغذائي لتقديم إفطار للصائم سواء وجبات ساخنة أو جافة في عدد من المحافظات اليمنية أشكر لأخواني ومشايخي الأفاضل في مركز الملك سلمان للإغاثة وأشكر للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده وولي حكومة وشعب المملكة العربية السعودية لما يولونه من اهتمام بالغ باليمن حكومة وشعبا واهتمامهم الأكثر والمضاعف من خلال هذا المركز المبارك الذي أنشئ للإغاثة الإنسانية ليس فقط في اليمن بل لكل الإنسانية ونحن شهدنا ولاحظنا وتابعنا حقيقة الفائدة الكبيرة التي حضي بها الشعب اليمني ووصلت حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل كثير من المنظمات وكثير من الهيئات المانحة لكن مركز الملك سلمان استطاع بفضل الله عز وجل ثم بفضل القائمين عليه وإدارته وأسلوبه الراقي في التعامل والتواصل والمعايير التي يعتمدها لما لاحظناه كذلك نحن في مؤسسة البادية الخيرية حقيقة معايير عالية الدقة وراقية جدا في العمل الإنساني والعمل الإغاثي في كل جوانب حقيقة لذلك أنا أقول أننا في مؤسسة البادية الخيرية على أتم الاستعداد وإن كان مقر مؤسسة البادية الخيرية الرئيسي في محافظة حضرموت لكن لا ننشاط على مستوى المحافظات اليمنية ونطاقنا الجغرافي الجمهورية اليمنية كاملة تواصلنا مباشر مع الحكومة الشرعية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة برئاسة الأخ الوزير عبد الرقيب فتح ووزير الإدارة المحلية ونحن في هذا اليوم نوقع اتفاقية مع مؤسسة البادية الخيرية لتنفيذ مشروع ضمن قطاع الأمن الغذائي يتضمن هذا المشروع تقديم إفطار الصائم سواء كانت الوجبات الجافة أو الوجبات الساخنة المطهية في عدد من المحافظات اليمنية يتجاوز عدد المستفيدين من هذا المشروع 234 ألف مستفيد وسوف يشمل مجموعة من المحافظات مأرب وكذلك محافظة عدن ولحج والضالع وأبيان ومحافظة تعز مدينة تعز طبعا هذه المشاريع هي ضمن تدخل المركز في اليمن في قطاع الأمن الغذائي قطاع الأمن الغذائي حظي بكثير من المشاريع والبرامج التي قدمت للأشقاء في اليمن للتخفيف من المعاناة ولتقديم جميع الإمكانات المتاحة لسد الاحتياج